حكم الخبرة الرياضية عندك احنا اليوم وزير الرياضة يقول لسه ما خلصت العملية المدير الفني يقول لك لسه احنا فزنا مباراة والهدف حقنا احنا يانت صدارة المجموعة يانت اهل ثاني المجموعة رئيس الاتحاد الصحافة اللاعبين القدامى الكبار كله قاعد يقول هذه النغمة هل هي وصلت لللاعب ما بين الثقة والغرور الشعرة هذه ولا في احد لازم يتكلم في وقت معين حتى يصحى اللاعب يعرف انه خلاص مباراة الفوز على ميسي انتهى الفوز على الارجنتين انتهى لن يكون له قيمة الا بالفوز على بولندا بالفعل يعني هو المدرب يعتبر المحفز رقم واحد حقيقة المدرب وشفنا محاضرة البارحة حقيقة يعني انا متأكد حركت كل كبرياء اللاعبين في انه يقدمون هذا المجهود اللي يبدلوهم على الارجنتين فهو المدرب لازم ينبع على هذا الشيء حقيقة هي مو مباراة حاسمة وانت فزت على الارجنتين وانتهى انت ملزم انه تجمع اكبر عدد من النقاط حتى تعبر دور المجموعات وهذا موضوع مسهل بصراحة يمكن انتكلمنا على بعض الجوانب الفنية قبل يومين انا خايف من شيء واحد بصراحة خايف من المردود البدني لانه اللاعب الاوروبي حقيقة يعني مثلا اخذنا مثال الفدانوفيسكي اللي يلعب في برشلونة في برشلونة يلعب دوري 38 مباراة يلعب كهسوبر وكهس مالك على ما اعتقد ويلعب دوري ابطال ويلعب في فداي رسمي ويدي مع منتخب بلده يعني لو تجمع يطلع تقريبا بال75 مباراة بالموسم وهذا فدرقم جدا عالي حقيقة لو تقسمه على يام السنة يطلع كل ثلاثة يام واربع ساعات مباراة فمتطبع على هذا الشيء اللاعب الاوروبي متطبع عليه مجهود وبالتالي يعني هنا الفارق يبديه رجع الفريق السعودي الى وضع الطبيعي رجع فريش عند القدرة الآن يبذل المجهود اللي بذله مع الارجنتين هنا نقطة الفارق راح تبين حقيقة اضف إلى ذلك الجوانب الفنية اللي اشارها الكابتن احمد انت صعب المباراة على خصمك ويلعب عن نقاط المميزة اللي يتمتع بها الفريق البولندي الفريق البولندي ما بينجوم عالين ومميزين يمكن المهاجم فقط لكنه فريق جماعي يمتلك قدرات بدنية جدا عالية ويلعب على التحولات هاي التحولات حقيقة عندما ينطيك مجال انت ويرجع يدافع بمص ملعب ونحن ضروري جدا تنتبه اول جدار صد للهجمة المرتدة لازم يكون من لاعبي الوسط لاعبي الوسط لازم يوقفون الكرب اي ثمن لانه هو المميزات انه يرتد للهجوم وينتقل بسرعة ويتمتع بقدرات بدنية يأدي هذا الاسلوب فحقيقة لازم الفريق حسب وجهة نظري تكتيكيا الافضل للفريق السعودي انه يدافع في منطقته ويحاول قدر الامكان على نقطة مهمة اللي هي منع الكرات العكسية من الجانب لاعب مهاجن طويل متمرس يعني شفنا فريق برشلونة اللي ما كان يلعب عرضيات نهائيا الان تغير معا النقطة المهمة اللي جاي يأديها في المباريات هي لعب الكرات العكسية وسجل الهداف كثيرة حتى الكرات العكسية مو اللي يواصلة بالثلث الهجوم اللي قريبة على الجزاء لا حتى اكو كرات عالية مبكرة يعني من وراء وسط الملعب كرات ساقطة خلف المدافعين انا كل ثقة بالفريق السعودي ان شاء الله انه هاي فروست الوحيدة بقى نقطة ثانية يعني منطقيا لتحليل وضع المجموعة الان الفريق البولندي رح يرمي بكل ثقلة سهلا لانه المباراة الاخيرة عندها مع الارجنتين الارجنتين لازم يفوز مباراتين حتى يتهل وبالتالي يحاول بكل قوته انه يكسب هاي لثلاث نقاط فالمباراة مو سهلة حقيقة وعلى الفريق السعودي ان ينتبه انه حتى ولو نقطة انا من وجهة نظر اعتبرها جيدة لان بالاربع نقاط ممكن اكو بعض الحالات ممكن حتى بالاربع نقاط تتاهل لذلك كنا ثقا ان شاء الله بالفريق السعودي انه يقدم مباراة كبيرة كما ادى مع الارجنتين وان شاء الله يعبر دور المجموعة اشتركوا في القناة